تحياتي مشاهدينا أنا الدكتور هيثم دبابني أخصائي دماغ وآصاب وجلطات دماغ وعناية مركزة دماغية وقسطرة علاجية اليوم نتحدث عن مرض الصراء ما هو مرض الصراء؟ مرض الصراء عبارة عن شحنات زائدة بالدماغ تنتج عن أسباب إلها علاقة بالأنزيمات بالدماغ أو إلها علاقة بإصابة بعضو بجزء معين من الدماغ هالجزء المعين ممكن ينتج لنا سيركت عبارة عن حلقة حلقة بس تنتج فيها الشحنة الزائدة بسير تحرك بأنهاء مختلفة من الدماغ باعتمد على العوارض على الجزء الي بتمر فيه هاي الشحنة ممكن يكون العارض انه الإنسان يفقد السيطرة على الوقوف مثلاً ممكن يوقع يضيع فجأة ممكن يصير عنده شحنات يتأثر على الحركة بسموها تونيكي كرونيك سيجورز أو إبليبسي بسير يحرك ويشد إيدو يتحرك ويشد في عندك عندنا عوارض أخرى لها دخل بخصوصاً بالأطفال ممكن تأثر على تركيز الشخص يكون قاعد الشخص مع المعلم أو مع أي شخص وبسرح بتلاقي وهو سرحان بتطلع فيك وبحرك عيونه بسرعة أو بسير يرميش بسرعة بس برجع معك هاي بتضلها كواري عشر ثواني بعد العشر ثواني برجع طبيعي وبرجع معك من موضوع بس فاقد هذا الجزء العشر ثواني مش مخسجي ولا معلومي منه هاي ممكن تأثر على الأطفال خصوصاً باستيعابهم بالمدارس وتحصيلهم العلمي ولها علاجات طبعاً الصرع اللي بيصيب المرضى الكبار عادة بنتج عن إصابة بالدماغ هل الإصابة هاي إلها دخل بيا إما نزيف يا إما جلطة دماغية خطرة يا إما ممكن نزيف ما عمل عوارض بس بيكون 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 نزيف الغير هذا خصوصاً بيكون مشهور عند المرضى اللي بيصيبهم ألزهايمر بيكون عندهم مشاكل بأميلود أنجو بافي هذا ممكن يؤدي إلى شحنات زائدة بالمستقبل عند هذه المرضى نصيحتي لمستمعين ومشاهدين إنه إذا أي حد صاب وأتاك زي هيك هجمي زي هيك من الصراع أو شحنات الزائدة اللي فقد فيها الشخص السيطرة على إيده أو إجره أو فقد الوعي إنه يتجه بالمريض إلى الطوارئ بالحال وما يستثني هاي الموضوع ويحكي خلص طاب المريض ما هو بعد عشر ديائق رجع لطبيعته أو نص ساعة أو ساعة إنه ما يراجع طبيب فيها مختص وبتمنى سلامة الجميع وشكراً لكم وذي وذي شيء من كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر